موقف كابتن حسام عشور كان انتهى ولكن موقف كابتن أحمد لسه فيه تفاوض فبالتالي مش هنقدر نبدي وجهات نظر غير انه هيظل في كل الاحوال كابتن أحمد فتحي قيمة فنية سابتة قيمة فنية كبيرة جدا واعتقد النادي الاهلي يحدد معاد مع كابتن أحمد فتح وكيله والكابتن سيد عبد الحفيز والكابتن أمير توفيق أبلغه بالمعاد في جلسة يوم لاثنين ان شاء الله الساعة 11 زهرا طبعا نفس الكلام بينطبق على كابتن أحمد فتحي كمحبين للنادي الاهلي ومحبين ان يكون الكابتن أحمد فتحي بمجهوده وبإخلاصه في الملعب متواجد معنا نتمنى طبعا فكرة التجديد واحنا متفائلين ان شاء الله هيحصل تجديد لان الكابتن أحمد فتحي يعجي يدا قيمة النادي الاهلي وهو فعلا أهلاوي لكن الأهم تعالى نسمع نصيحة أخرى أو رسالة أخرى للكابتن أحمد فتحي ممكن تكون برضو بيحطها أو يأخذها بعين الاعتبار من الكابتن إبراهيم سعيد هل ممكن نشوف أحمد فتحي الأمور بالنسبة لنه هو مثلا لو تعرض عليه مبلغ معين ممكن يقول لك لا أنا جالي أبرة أكتر أمشي والله بص هو يعني برضو أحمد فتحي برضو عمل تاريخي للنادي الاهلي هو أعتقد يعني يعني أنه هو وجوده في النادي الاهلي أفضل حتى لو المقابل المادي يعني أقل شوية بس هو وجوده في النادي الاهلي بصراحة يعني أحمد فتحي ما تنفعش تشوفه غير في النادي الاهلي لو خسر كتير أحمد أكيد مهما كان المبلغ يعني طبيعته طبيعة أحمد يعني تحيس أنه هو لعيب نادي الاهلي بكالات بصراحة يعني في حتة تانية ما ممكن الظروف تبقى ضده وصولة كمان أي حد على فكرة من الصعوبة جدا لعيب من النادي الاهلي يتنقل لنادي الزمالك ويقدر يتأقلم بسهولة طريقة نادي الزمالك والإمكانات تحت نادي الزمالك كلعيبة مختلفة يعني شيء مختلف يعني في طريقة اللعب في طريقة المعاملة هياخد وقت كبير جدا لو تنقل لنادي الزمالك على المجمهوري يبتدي يقرب منه ويشوفه فالموضوع مش بسهولة على فكرة لا حسابات مختلفة تماما جيل التسعينيات وبداية الألفاء الجديدة عارف قيمة إبراهيم سعيد كلاعب كان ممكن لعب أسطوري لو لا قراراته ولكن لما تيجي النصيحة أو وجهة النظر من شخص لعب لأكبر ثلاث أندية في مصر أهلي وزمالك وإسماعيلي وشاف الهيكل الإداري داخل النادي دا والنادي دا والنادي دا وشاف كمان التعامل سواء على مستوى الجمهير أو اللاعبين أو المدرين الفنيين ويطلع يقول إن الكابتن أحمد فتحي ما ينفعش تشوفه وجير في النادي الآهلي أعتقد دي وجهة نظر المفروض كابتن أحمد فتحي ياخدها بعين الاعتبار وياخد كمان بعين الاعتبار جماهير النادي الآهلي العشقة لمجهود كابتن أحمد فتحي لأن بالفعل أحمد فتحي لعيب راجل وفي أي مكان بيسد وإن شاء الله تكون جلسة يوم لاثنين جلسة تقارب وجهات النظر وجلسة إعلان التجديد بإذن الله أي حد عاشق للروايات عارف إن الحبكة الدرامية مهمة جدا ولكن أهم ما يميز أي رواية هي النهاية فأتمنى الروايات تكون نهايتها طاليق بقدر اللاعبين وزي ما قلنا لهم مطلق قرارهم ولكن في عقاب الحديث عن ما يخص تجديد اللاعبين من عدمه البعض حاول يزق علينا روايات برضو ولكن الروايات بشكل مغلوط وفيه كتير جدا من عدم ذكر الأحداث بحقيقتها نسمع كابتن مجد عبدالغني قاله عن كابتن عبدالله السعيد ونرجع نعق طيب خلينا أقول حلتك احنا كنا بدأتك مع العبدالله السعيد انت حالتك شايف انه هو ممشيش من ممشيش من ممشيش من ممشي فين ممشي بعد كده لا بعد كده انتقل عبدالله السعيد بسهل بمزاجه هو اللي قال أنا عايزة أمشي يعني هلهم يا جماعة زهيت عايزة أمشي تفسر بإيه توقيع النجز مالك يا سيدي تفسر بإنه مليون لعيب وقع من الزمالك ودلوقتي يوجه جوه النادي الأهلي يعني الموضوع مش لازم كنت قف عند عبدالله السعيد يعني صدق ممشيش من هذا جميع هو كده انت فكر ممشي ممشي توقيع ممشي بقى يعني هو مازك عقده بتصور ممشي حال فيه ممشي عشان قفش قفش مبلغ فاتصور بالمبلغ ده انما ما رحش ملعبش بنادي الزمالك ملعبش خلونا كده نحرر الفكرة عشان نقدر نوصل للمفهوم الصح اللي احنا عزين نتكلم معنا كابتن مجدي عبدالغني وكتير على فكرة حتى البعض من جمهور النادي الأهلي وهو قليل بقى بيقع في الاشكالية او المغالطة دي يا جماعة الانتماء لا يتعارض مع الاحتراف وبنرجع ونقول وشهادة على الاحداث رحيل كابتن عبدالله السعيد او ملابسات المشكلة كلها ما كانش لها اي علاقة بفكرة ان كابتن عبدالله السعيد قال للنادي الأهلي انا مش مكمل النادي الأهلي عرض عرضه على كابتن عبدالله السعيد وكابتن عبدالله السعيد في الامور ضيالنادي الأهلي قال له لو العرض مش مناسب شوف مصلحتك وده كلام موسق ولكن اللي حصل وسبب المشكلة وسبب كل ده هي الصورة اللي معرفناش نعرضها اللي كان كابتن مجد عبدالغني بيتكلم عنها ان اللاعب وهو بيتفاوض مع النادي الأهلي وبيقعد جلسات كل الناس عارف حياتها مع كابتن عبدالعزيز عبدالشافي وبيتكلم في التجديد وهو رمز من رموز النادي الأهلي كابتن عبدالعزيز عبدالشافي أنا في نفس الوقت ماضي لنادي آخر ومتفق مع نادي آخر عشان أخرج مشهد دراماتيكي فيه النادي الأهلي اضحك عليه وده اللي رفضوا النادي الأهلي أما العلاقة الاحترافية اللعب عايز يكمل مش عايز يكمل عمر النادي الأهلي ما كان عنده مشكلة مع ده وده اللي بنرجع نأكده يا جماعة لا يتعارض الاحتراف مع الانتماء ولكن إذا أردت أن تكون محترف فلتخرج دون الإساءة للنادي الأهلي وهي دي القضية المهمة جدا اللي لازم نحن فيها خاصة في عزمة عبدالله السعيد والتي قطلة بحثا ولكن كان مهم الرد لأن الكابتن مجد عبدالغاني أشرف الحديث عن عبدالله السعيد من يومين تقريبا لكن نخرج من بيانات التجديد أو من أخبار التجديد للكابتن سواء الكابتن حسام عشور في العرض بتاعه هيشوف هيقبل